الجرائم ان يكون واحد محكوم عليه في جريمة معينة او حصل الموضوع ده ونقدر نوضحه او في نقاط ايه اللي بيكون مطلوب او ايه اللي بيتم او ايه هي الجرائم اللي بتمنع مقدم الطلب من تكملة الحصول على الجنسية طيب دلوقتي عندنا احنا جرائم جنائية نعم واحد اتخانق مع صاحبه قضية ضرب عندك تهريب اي قضية جنائية كانت ايه لان الجرائم كتيرة مش هنقدر نعددها كلها تمام وتحكم عليه سواء حتى لو الحكم مع اقاف التنفيذ يعني ممكن يقوله ايه سنتين او سنة مع اقاف التنفيذ ما يقدرش يقدم على الجنسية اقل شيء لازم ينتظر بعد الحكم خمس سنين اقل شيء بعد الحكم بعد صدور الحكم السنتين لازم ينتظر على اقل خمس سنين تمام طيب في واحد تاني مثلا ممكن ارتكب جريمة تكون كبيرة جدا لازم ينتظر اكتر من الخمس سنين احنا بنجرب وبنشوف تمام طيب واحد عنده مرأبة لان السؤال ده برضو بيجيلي كتير هو طلع براء بس عنده مرأبة سنتين ثلاثة هل يرفع ينفع في خلال وقت المرأبة ده يقدم على الجنسية لا لا كل شيء بيطلع فده بالنسبة للقضايا الجنائية برضو انا بفضل اشوف الملف لان كل حاجة اشوف دكتور مامدوح بجد يعني موضوع حساس جدا كل هوا انت ارتكبته بيأسر على الجنسية ده باختصار شديد بيطلعوا كل حاجة وبيتلكيكوا بيها ان هم يوقفوا لك الملف فانت بقى تحتاج ان انت بقى اي تكون معاك محامي شاطر مختص للجنسية ويقع بقى يفحص كل الورق ويشوف فانا نصيحتي قبل طب الى الرد على الثغرات دي طب طبعا انا نصيحتي للناس قبل ما تروح تقدم على الجنسية لو انت كان عندك مشاكل قبل كده او حاجة قبل ما تروح تقدم على الجنسية روح اعمل استشارة عند محامي مختص ويفحص الاوراق لان فيه ناس بتتعب جدا وتنتظر المعاد طويل وتروح وتقدم على الاوراق ويطلع لها حاجة هي ما كانتش متخيلة ان دي ممكن تطلع لان هي وجهة نظرها يعني الشخص ده وجهة نظره ان دي حاجة بسيطة فهو مش عارف ان دي تأثر على الجنسية فقبل ما تبزل المجودة وتتعب اسأل لحد مختص وهو يقول لك دي هتأثر ولا مش هتأثر ده توفيرا للوقت والفلوس وكل حاجة يعني احنا كده نقول ان الجرائم الجنائية تكلم عليها طب هناك فيه برضو بعض الجنح مثلا او ننتقل لباقي الجرائم احنا قلنا الجرائم الجنائية حددناها فيه حاجات بطبقى في صورة جنح او مخالفات العربيات او بركات يعني هل المواضيع دي برضو لها تأثير بشكل او باخر اه طبعا جدا يعني اول حاجة عندك بقى خطة حمر دي كسر الاشارة الحمراء دي نفاش زار يعني دي لو كسرت الاشارة مرة واحدة في حياتك الحمراء لازم تنتظر بعدها سنوات طويلة جدا عشان تقدر تحصل على الجنسية عندك بقى الاشترافات الادارية زي واحد عد السرعة اه حاجة تاني بيجيلي كتير جدا واحد مركب ابنه معافل عربية وابنه قاعد وراء فطبعا هو سايق بصص قدامه مش بخط باله ابنه الصغير بيعمل ايه وابنه قاعد على الكرسي وفك الحزام والبوليس عمل عليه كنترول ولقى الولد اه بدون حزام خد علاء دي كمان بتأثر جدا على الجنسية كل غرامة انت بتاخدها للسيارة بتأثر على الجنسية عشان كده في ناس كتيرة جدا مشتريتش عربية اللي بعدها محصلت على الجنسية عشان من الخوف من كتر الخوف